اشتركوا في القناة وإيه أحسن العمل فيها الكرونيش فيها كذا نوع يعني فيها السادة وفيها المنقوش وفيها السيليكون فيها الربر فيها حاجات كثيرة فطبعاً اللي هو منتشر في السوق وشغال اللي هو الكرونيش السادة ومنها المنقوش أما الشغل الثاني ده بيكون في موظم الفيلل والذكرات اللي هي الحاجات المسيحات الواسعة والكبيرة تمام فتبشنا معنا بقى في شغل تحت المعلقات وفوق المعلق والكلام ده أنا دلوقتي كعميرة لما يجي مثلاً أطلب أن أحد يعملي مصيس أو يعملي كرونيش تمام إزاي يحسب لأنه طبعاً ده أنت فاهم بيبقى سبب خلاف كبير جداً ما بين العميل وما بين الصناعي إنه يحسب إزاي المتر بتاع الكرونيش وفي نفس الوقت الأحسن اللي هي الصب ولا الصحب اليدوي ونفاهم الناس يعني إيه صب ويعني صحب يدوي بص يا فهم بالنسبة للكرونيش لما بتنحسب بتنحسب طول في عرض تفهمت إزاي؟ يعني مثلاً لو جنب 400 وجنب 500 فبنحسب 4 و4 تمام وخمسة وخمسة فبتجمع معنا النتج بتاع الغرفة مثلاً والمصيس بنضرب طول في عرض اللي هو الـ 4 في 5 فبتطلع للتوتل بتاع الغرفة نفسها أما بالنسبة بقى أنه الصب الصب ده بيكون عبارة عن قلب فيبر أو قلب سيليكون أو قلب رابر فاحنا بنصب فيه ونطلع الحاجة بعد ما بتنشف وبعدين نشتغل بيها أما موضوع السحب بقى فيه حاجات اسمها تمشي على الحقيقة ده بقى بيخص شغل بتوع المحارة يعني تفهمت إزاي؟ أما احنا تخصصنا جبس بلدي بنشتغل في سحبه على بنك وبعدين بنطلع بعد الألم الحاجة بتنشف وبنركب طيب قول لي ايه مميزات الجبس البلدي؟ يعني ليه أعمل مكتبة جبس بلدي أو ليه أعمل مثلاً؟ انت بتعملي مكتبة جبس بلدي عشان فيه أمان عمرها بعمر المحارة فيه صلابة طبعاً بتفرق من صناعة لصناعة في العجين العجين نفس هو اللي بيفرق معاك تمام؟ أما بقى جبس البلدي كله مميزات من الأول والأخر كله مميزات جبس البلدي عبارة عن بودرة وانت بتصنعيها بنصنعها في مكان العمل قدام العميل حسب الشكل المرغوب فيه جبس المبرض بقى طبعاً فيه ناس بيقولك ده بيبقى حملة على السقف أو مثلاً ممكن يحوي حشرات لا أما بيعويش حشرات ولا حاجة هو كده كده نحن بنقفل البلكة وبعد كده نحط مراية وبنقفل ببيت النور بتاعنا أي كان العميل عايز ايه بالزبط جبس البلدي بتصنع بالمية فبعد ما بتصنع بالمية فأكيد الحاجة لما بتبقى مبلولها مية بتنشف لما بتنشف بتخف فهو خفيف جداً يعني يبقى شحملة على السقف لا مش حملة على السقف لأنه عمرهم عمرهم المحارقة أهم حاجة تخدمنا في الشغل إن المحارقة تكون كويسة تمام؟ طب إحنا معانا صور لمكتبات ومعانا صور هنشوفها معانا مع بعض كده أيوا بوس إحنا معانا دلوقتي أول دي كلمنا عن المكتبة دي كده ده سقف ده سقف أهو ده سقف عاملينه في حلوية تمام بياخد من النكواتات دي ايه؟ دي دي بقى عايزين نركز على السورة دي شوية السورة دي طبعا ده لها وضع خاص طبعا معي السورة دي في شققتي على فكرة آه طبعا في شققتي كنت طبعا دخلنا الشقة لقينا فيها وضع تاني خالص وطبعا إنت اللي اخترت الصور وكان زوجك فيها الحمد لله كويس والحمد لله طلعت جميلة الحمد لله أهم حاجة أني انت شكرت فيها لا والله بصراحة هو كت جميلة وفعلا أخد وقت قليل وأنا كنت متخيلة أنه كان فيه راكب أصلا سورر كان فيه سورر كسرناها وبعدين عملناها تاني اه متكسرت وتعاملت اه نشوف بقى بقيت الحاجات اللي هي مش متشطبة أصلا اللي هي على وضعها الطبيعي اه الصورة دي أول دي أنا أولتيك عامولها بحلول دي دي تاخد منك وقت تدقي في عمل ودي بردو دي بردو نفسك كسر دي بقى بتتعامل بعد كده لد وبتنور انا بنجيب شكاير جبس اه ماشي خرطمنا وبعد كده الكهرباء بيجي ينور هو النوع احنا بنبى معنا شكاير جبس بس واللي هو الشعر بتتحسب بالتكلفة بقى بالطبق ولا بتتحسب بالمتر ولا بتحسب بالمتر بتتحسب بالمتر المتر طولي بس في رسومات زي كده حسب الشكل هو اللي بحكم علينا ازاي نحسب يعني شكل زي ده بنحسب الطول في العرض يعني ممكن تعمل لها قد ايه مثلا يعني لو في مساحة قد ايه مثلا لو مساحة مثلا متر لا ما بتجيش في متر هي المساحة لازم ان تكون اكبر من كده ولا اصغر اه طبعا لازم ان تكون غرفة اربعة اربعة مثلا تمام انت اللي عارف بانش عارفة المقساة اه هي طبعا يعني طيب نشوف بقى الصور المتشطبة كده معينا نبتدي نشوفها فيه صورة لدي متشطبة على التشطيب اه فيه صور برضو معاك هنالين موجودين فيها لحد طيب ما الكنترول يزبط الصور كده عايز اعرف برضو دلوقتي العاميل لما يجي استلم مكتبة جبس يبص على ايه عشان ما يدحكش عليه هي بص طبعا نشوف العجين ده ميت ولا حي يعني ايه ميت و يعني ايه حي العجين الحي ده بنحط العجين في كمية المية بتاعته مع الجبس وبعدين بنخلط بسرعة العجين بيكون حي وصالب معانا ده بيددلوا متنى اكتر يعني؟ اه طبعا بيددلوا متنى جامدة بيبقى ضد بقى ان حد يتخبط فيه اي حاجة من ده يستحملها اما العجين الميت فانا بحط الجبس انا بيشتغلش بيه طبعا واغلب صناعيتنا وكل الناسنا بيشتغلوش بيه فبيحط الجبس ويحط كمية جبس قليلة على المية تكون المية اكتر من الجبس ويسيب وياخد مع نفسه فاصبح ان هو بيشتغل بعجينة زي عجينة الناحد فتبدأ معاك فترة طويلة ما بتنشافش فيه سور معانا طيب نشوف كده الصور نبص عليها ده حيطان شغل في حيطان ده بيبقى لوح بيركفوا الحيطة ولا زي شغل المكتبة بالزبط او فيه صور عندك تاني دي بقى متشطبة دي اللي احنا شوفناها الاولانية بس بعدها متشطبت صح؟ لا سكلها سكلها حلو جدا دي مكتبة برضو دي برضو بقى المكاتب برضو بتتحسب ازاي بالمتر ولا بتتحسب؟ المكتبة في الجبس البلدي بتنحسب نظام ايه؟ قطع لفة على بعض ديغة يعني ايه؟ يعني مثلا في الجبس برضو بلاك باللوح هنا بقى بتحسب بايه؟ لا مش باللوح الجبس برضو بمشي عليها المتر طولي او اه في الجبس بلا دي طبعا احنا لو ماشينا عليها المتر طولها هتكون ظلم للعميل شوي طيب بيبقى بتتحسب بصدايبها؟ بنحسبها قطع لفة على بعض ديغة يعني انا كعميل مش حفا يعني قطع لفة يعني مثلا ايه ازا يقولك شروة يعني ايه؟ الحاجة دي بقى دي كده بقدرها بمسلا بمقدار كذا تمام فهيها كده بتبقى الحساب من عرضه العميل عارف سعر المكتبة بيكون كمتراوح من بين الالف الالفين والانفين ونصف هل نوع الجبس اللي انت بتستخدمه بيفرق ممكن مثلا نوع الكتان حاجات دي؟ اه ممكن ان المكتبة تبقى مش حلوة او تسفر بعد فترة او الكلام ده بيفرق؟ لا السفار ده مش السفار ده ممكن يكون من الكتان درجة تانية تمام اما نوع الجبس لو انت شغالها بجبس كويس الشعر او الكتان كويس تمام فبالتالها هتلعلك الشغل كويس يعني لان طبعا فيه انواع جبس كتير معانا صورة ده السقف التاني اللي هو متشطة بالاولان اهو ده الاولان احنا شفناه ابيض اهو ده الاولان تمام فيه شغل اللي اعمل جدا 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 اهو ما شاء الله شغلك ممتاز العمود ده بقى اوه ناس تلت ترمع ناس بتقاش عارف تستغل العمود اللي بيبقى موجود في اي مكان يعني فبيبقى عمود صب كده ما هو بقى ممكن عميل يجي يقولك انا هعمل فيه رخام وهعمل فيه حاجات تانية وهاشغله بحاجات وفيه ناس تقولك لا انا عايز فيه مور صحة وهو فعلا من شكله فعايز اعمل فيه دكور جبس بقى طب والحاجات بتبقى صعبة تنضيفها بعد كده يعني اهم سؤال بيواجه سبت البيت انه الجبس بيبقى صعبة في تنضيفه بعد يعني بيحوي طراب او هو كده كده الجبس بياخد وش دهان وبعدين بتشطب تشطف الفينيش بتاعه الاخير بيطلع معاك زي اي حيط بتمسحيه بص في معنا صورة تانية برضو انا عايزين الصور اللي هي احنا موجودين فيها فيه صورة ناخد او بس دي برضو صورة متشطبة جاهزة نعمونا فكتور بردي والصورة اللي بعدها دي صورة فطرقة مزبوط اه فطرقة دي بلها صور لجبس جبس معمول دي صورة برضو معمولة على هيئة وردة كده فيها لد بتنور دي نظام مأسالة معسومة قسميا ومعمولة فيها نشوف كدنا بقي استور اللي معنا طيب حضرانك شايف انه العميل يعني موضوع الجبس برضو لما يجي يشطبه يشطبه مثلا قبل المحارة على طول ولا بعد السيراميك اني خطوة احسن بالنسبه بصي هو الجبس البلدي احنا شوارونا خلنا نتكلم بخصوص الجبس البلدي يعني الجبس البلدي يستحب ان احنا نشتغل قبل السيراميك عشان طبعا سئلة وفي سيراميك ما بنحبش ندوره ومش هيدور السيراميك في حاجة بس الاحسن الاحسن اه ان احنا ما نجرحش سيراميك ولا حاجة لان اي حد ممكن يغلط في اي لحظة فممكن حاجة تتضار فاحنا نشتغل قبل السيراميك يبقى البندو ده يكون قبل السيراميك اه ولو فيه ما يكتبه بعد السيراميك والشغل ده عادي نشتغل عادي بعد السيراميك بس انت كنصيحة بتنصح ان يكون اه انا بنصح ان هو يكون قبل السيراميك حاجة تريح كلام من ده نشوف بقى السور طيب معانا تاني طيب 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 عايزين بقى ان نسأل حضرتك برضو على نقطة مهمة قوي دلوقتي انت لما بتيجي تتعامل مع عميلي ويجي مثلا يبقى متردد في الشكل يقول لك مثلا الشكل بعد ما انت نفسته لا انا هغير مثلا انا مش عايز المكتبة مثلا شكلها كده لا هعدل فيها هل ينفع بعد ما انت عملت تتعدل في الشكل نفسه؟ حسب الشكل اللي هو اختاره التاني لو الشكل فيه حاجات ممكن نقارب منها احنا فيه اساسيات في الشغل بنركبها الاول بعد الاسيات بنصمم الشكل بتاعنا لكل شكل ليه اساسيات فلو الشكل اللي هو اختاره وعايز يغير فيه شكل مثلا ان احنا نزوت حاجة ما نشيلش حاجة ماشي ممكن ينفع حسب برضو المساحة المساحة تسمح معنا او لا هل بيحتاج بعد كده ان هو بقى يتمعجن بقى لانه طبعا والله بقى انا الحمد لله شغل ما احدش بخش في معجن وراه انت جربت يعني فاحنا بنشتغل على ازاز والشغل بيطلع بدون زيات وبدون اي حاجة فبيطلع طبعا ناعم فمش محتاج معجون يعني هو اهم حاجة الفنش في الاخر اهم طبعا ناطق اهم حاجة الفنش طبعا حاجة هنا ممكن يسأل عنا دلوقتي انا لو انا مش حابة ان انا اعمل او انا كان عندي مثلا جبس بورد وحابة حاول الجبس بلدي هل ممكن؟ هو اي حاجة ممكن انا هممكن نشيله خالص من المكتبة نقوله جديد يعني يعني لو العميل مش عايز مثلا يشيله او مثلا عايز يجدد الشكل لان حقيقي عرف طبعا ان الجبس البورد برضو ممكن يكون عمره اقل شوية من الجبس البلدي ايو طبعا فهل ده متاح؟ ايه طبعا متاح يعني لو حدا عامل مكتبة بقى له فترة وحاب ان هو يعملها ده بيبقى متاح ان انت تعمله الريفيل عليها او تصلحها ايه طبعا لأ احنا بنشيلها خالص وبنبدأ شغل من اوله جديد بنعمل بقى الشكل الجديد اللي هو عايزه ايه مثلا لو الحط متهون فاحنا بنحدد رسميتنا وبنكسر عليها وبنأمن وبنشتغل يعني حتى لو البيت متشطة بو حد حبيبي يجدد عادي جدا من فيش مشكلة هو كل المكان اللي هي بنستخدمه المكان اللي هو اللي هيتعمل فيش رسمة بس يعني حتى الده بيت السطرة عملي او لا؟ والله هو عملي ومش عملي بس هو يعني في بعض الحوال بيكون احسن وافضل يعني حسن هو بيوفر لا مش كس التوفيه هو ما بوفرش حاجة بيوفر سيخ بيبقى بالداري لا هو منظر جمالي للشقة بعد كده يعني مثلا بيت السطرة بيبقى مدفون معانا فما بيظهرش معاه غير السطرة ما بيكونش تحت الجبس فهو شكله حل والجزء بتاع الحامات اللي بيبقى بين الكرونيش وبعدها ناس دايما بتشتكلم الموضوع ده ما هي بتفرق من صناعة لصناعة هنا من العجينة نفسها انت عجنة شغالة صب أو سحب بعجين حي فأكيد لازم انت تلحمل حاماتك بعجين حي لازم من العجينة تكون واحدة عشان الشغل يطلع معاك ما يشرقش بعد كده النصيحة اللي تنصح بيها المساهدين أو تنصح بيها اي حد حابب انه يشطب الوحدة بتاعته لما يجي يعملها بنصح انه ما استرخصش ويختار الافضل ويسأل على الصناعة مرة واثنين ويشوف شغله لان هي دي شقةته وشقة العمر طبعا تفهمها فلازم يكون مختار حاجة صحة ويختار رسمات اللي تمشي مع المكان ولو ما فيش في دماء و تصميم برضو يختار تصميم هو الصناعة اللي موجود وان شاء الله يوصل لحل احسن يعني مع أستاذ حميدة الارقام موجودة طول فقرة بتاعتنا على الشاشة انا باشكر حضرتك جدا جدا واتمنى نكون ان احنا فينا المشاهدين بحاجات صغنونا كده بسيطة وان شاء الله استنونا في فقرة تانية نتكلم فيها بالتفصيل اكتر عن موضوعات اكتر تخص الديكورات الجبسية هنطلع فاصر صغير وهنرجع نكمل بقية فقراتنا على الديكور استنوا